منذ ثلاث أسابيع تحاول الميليشيات الإنقلابية أن تجد لها موطة قدم بين مديريتي باقم شبه المحررة والصفراء الذي يندفع فيها لواء حرب واحد عمليات متكررة عمليات قنص قصف عشوائي لم تفلح في الوصول إلى هذه المنطقة التي نتواجد فيها لماذا تستمت الميليشيات للوصول إلى هذه المنطقة؟ لأنها تهدد قطعات الشرعية التي تسيطر على أغلب مديرية باقم وأيضا تحاول أن تستهدف مواقع لواء حرب واحد الذي وصل إلى قرية الكحلة في منطقة الرزامات منطقة نجعة الاستراتيجية لقناتي العربية والحدث محمد العرب